مرحبا برج الاسد لنا نعمل القرار العاطفية لبرج الاسد احتمالكم هذا الشخص عرض عليكم فرصة وانتم مرضتوها لانه عندكم اختيارات تانية او عندكم مشاعر تانية او عندكم مسلا انتم محتفظين في تفكير تاني او انتم بتكون مستوى انتم مزرورة لانكم كنتو زعلنين ورفضين من هذا الشخص الصلح الفرصة التانية او عرض عليكم مسلا عرض تعانشف انت كيف شايفه انت شايف هذا الشخص غدرك ويا خانك الغدرك وانت شفته اعطاك دربات في الظهر خلتك تتعب كتير وعشان هيك انت شاعر بالرفض لو حتى اجيك عرض جديد احتمال يكون عندك عرض جديد مش من نفس الشخص احتمال الشخص تاني وانت عندك رفض لهذا العرض لانه انت قاعد وعملا بتطلع عماضيك ايش صار فيك وكيف انغادرت وكيف مسلا خارك هذا الشخص او دخل طرف تارت بيناتكو فانت قاعد وتتراجع في الزكريات طب مين هذا الشخص او هذا الشخص هو صامت جدا لا يتكلم يعني ايه كمان هو عقلاني جدا جدا وكأنه هذا الشخص ما بعبر عن مشاعره وكمان هذا الشخص كأنه بيستنى في حركة منك او بيستنى في خطوة منك اتجاهه ايه احتمال يكون هذا الشخص مستقر او تزوج او متزوج او بيقضي وقت مع العيلة ايه انا حاس هذا الشخص بده كمان فرصة معاك احتمال يكون بده كمان فرصة معاك واحتمال هاد الشخص تركك وروح تزوج ايه بحده تاني احتمال يكون بده رجوع معاك طيب قانا نشوفي البروتين رومانس انجن شبه حكولنا لا تستطيق على نانس لانيه احتمال لقمال لرجعه والاقي وهذا احسب ترجم الله طيب كمان رح نخدلكو كروت من القمر الشخص هذا حاليا فاتح قلبه للحق واحتمال ان يكون في علاقة غير علاقتكم واحتمال ان يكون شخص هو هيك اصغر منكم احتمال يكون وكمان انتو لانو انتو حاليا في اني ممكن انتو في الزواج غير هذا الشخص واحتمال انتو مسلا تدينتو او مسلا بتشتغضوا في الروحانيات او مسلا تعطي نصائح للناس لانو انتو هلق في الهارفنت اطاقتك هلق في الهارفنت احتمال انتو رافض اي عرض زواج وانتو بس بدك تعطي تنصح الناس انهم شو يعملوا في حياتهم ومسلا هيك يعني بس انتو بتعمل نصائح للناس ومسلا اقتل اذا كنت احدى اقتل الكو ايه مسلا الكروة نصائحة راحقتلكو كل اللي عندي مش راحبكو اقتل الكو لماذا ستحملوني شو هاي طيب في الرومانس بيحكولكو هم بيحكولكو هون ابقى على المستوى الأمثل هي لحبك التفكير الإيجابي والإيمان سوف يجلب لك الرومانسية يعني إذا أنت فكرت بإيجابية وكمان من ناحية الحب هذا راح يجيك راح يجيب لك للحب هذا الرومانسية يعني احتمال أنه أنت بتفكر بسلبية ناحية هذا الشخص فخليك إيجابي هم بحكولك خليك إيجابي وعندك إيمان إنه مثلا الأمور راح تتصلح كمان خلينا أشوفكو كروت من هون هون أبلا بحبنا هدو الكروت هس هم ساعدوني يعني بعطوكم نصيحة أبلا نصيحة ساعدوني لكي نصيحة كمان توقف عن التفكير كل شي رح يكون بخير خلينا نشوف كمان هذا هذا النصائح القمر نشوف شو بيحكو لكم التواصل هو المفتاح يعني يمكن انتو مساكرين التواصل او ما بتتواصل مع هذا الشخص فالتواصل هو مفتاح الحال حلا نشوف شو ونشوف شو بعنولنا هدول بس خليك ايجابي لان كل اشي رح يصير على ما يروم طيب الشخص هذا حاليا اما حدا عرض عليه الحب او حاليا هو في حالة فاتح قلبه للحب وهو حاليا عايش مشاعره ويمكن احتمال يمكن هو اصغر منك او مشاعر لساتها صغيرة يعني يعيش مشاعر لساتها صغيرة يعني مش منفتحة مثلا للكينج او يعني مش كبيرة كتير كأنه هلا بعيش مشاعر صغيرة جدا طيب شو مشاعره من ناحيتك هو حاسك انك انت لفيت ضهرك لالوه وحاسك انه انت جمعت كل مشاعرك وكل احسيسك وكل ما تملك له من حفظ انت جمعتها ودر ضهرك ورحت كأنه هذا الشخص شايفك انك انت ابعدت عنه مسافة وكأنه شايفك انه انت اه مسلا ما اعطيت فرصة او اه لمات كل هدول المسلا المشاكل وكل اشي انت حسيت معاه مع هذا الشخص انت اخدته ورحت تعجته ورحت لانه انت شايفك ان انت تعبت معاه في العلاقة وانك انت قررت انك تمشي لقدام يعني حتى انك تحمل التنقف سورد وتمشي لقدام طيب انت كيفي في عقل الباطني انت شايفك انت جميل جدا جدا وانت شايفك ان حواليك عالم كتير وانت الف مثلا مين يتمنىك او يهواك وانت جميل جدا جدا وطيب جدا جدا وناجح جدا جدا وشايفك هيك في عقل الباطني انه انت انسان ناجح لانه انت كيف انت شايفك ناجح لانه انت بتحمل كل شي مسلا ما بتناقش تحمل حالك وبتروح بدون ما تناقش او اشي فهو يمكن يشوف هادا اشي انه هادا مسلا بكي بيحكوها صفات الاقوياء انك انت قوي وقد المسئولية وقد انه تحمل مشاعرك تحمل هذا وتحط كل شي في قلبك مسلا وما يصير فيك شيء توقع ولا تحمل مشاعرك تحمل كل شي تعبك رغم عن كل شي وبتروح يعني مو انسان مسلا بكاي وشكاي بتشكي عن المسلا اللي صار وتقع بتشكي وبتبكي ومسلا تنزل باستاذ انا تعبت انا هذا الشخص مسلا خاني انا لأ هو شايفك انك امتى بتحمل كل همومك بتروح يعني حتى ما بتطلع وراك او بتناقش او ليش او كيف او امتى لأ بتحمل حالك وبتروح واحتمال انت تبعد يبتير عن هذا الشخص واحتمال هو الشخص نفسه يكون تبعد لان حاسك انه مسلا انك امسلا انك ان مسلا انتعبت من العلاقة قرر يأخذ مشاعرك ويروح ويتحمل نتيجة مثلا غلطة او نتيجة غلطة ويروح. زي يتحمل النتيجة. كمان هو شايفك جميل جدا جدا. وشايفك ان في حولك ناس كثير. وشايفك انت دائما منتصر. منتصر على نفسك. منتصر في العلاقة. ومنتصر في شغلك في عملك في بيتك. منتصر في كل شيء. واحتمال انه انت مشهور مسلا في مطرح معين. والناس كلها حواليك. اه او واحتمال هو شايفك انك انك انت بتشفي الناس في كلامك. واحتمالك بيك كمان. وشايفك انه انت غريب عن اللي شايفهم قبل هالمرة. انسان غريب. مسلا انت كل الناس بتمشي على الاجراء وانت جاي في حصان. لبسك غريب شكلك غريب. اه 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 كتير بعقل الباطل بحبك جدا جدا عرفت للشخص. شايفك انت غير عن العلم كلاية. يعني فارق عنده كتير كتير. طب هو انت ايش بعقله الواعي. تذكيره هلا. هو شايفك السورقة. احتمال انت انسحبت من العلاقة بدون ما تعطيه اي رد تفعل او ما احكيت ان انا بدي انسحب. وشايفك هيك. اتسحبت وطلعت من العلاقة. تقريبا انت طلعت من العلاقة يا برج الاسد. وشايفك انك انسان فنان. وكمان شايفك انك انت بتقدر تطلع من العلاقة منتصر. يعني بتحمل شو ما صار وتسحب حالك وبتنسحب. عفكرة وجايفك عندك انت انسان تقدر تنسحب تكتيكيا يعني تقدر تنسحب اي موقف باي اشي بتحمل حالك وبتنسحب زين حرامي. وانتهك هو شايفك انك انت مسحبت من العلاقة نهائيا. تركت له كي بيحكوها الجمل في ما حمد. وشايفك انه انت يعني انت انتصرت ع مشاعرك وانتصرت ع كثير اشياء. تمان هذا الشخص بده يجي نحيتك. انا حاسة انه بدي يجي نحيتك هذا الشخص. طيب ايش مشكلته كانت معاك. هو كان شايفك انه انت متنشة. ومتجاهلة. وانك انت انسحبت من العلاقة. وكأنه انت اطنشت كل اشي. لانه انت عفكرة الشخص هذا ازاك. هذا الشخص يا دخل طرف تاني. يا اما ازاك. هل انه نشوف كيف ازاك احنا رح نشوف من عقلك الباطل عقلك الواعي كيف هذا شخص ازاك. لانه انت اتعبان جدا او شايفك اتعبت وحملت كل مشاعرك وكل اشي حملت حالك ودرت ظهرك وليت رايح ماشي لقدام. حتى يعني ما انتفت له انه انا بدي اشوفك لأ. نهائيا حتى انا حاس انه بل ما تحكيلي وانسحبت. شايفك زي الحرامة تسحبتني العلاقة. شو مشكلت معاك وشايفك انك انت مش معطي العلاقة اهمية. كمان وشايفك انك انت مطنش كتير يعني شو مسلا ما شو ما صار بناتكو بتطنش بتسحب بتسحل حالك من العلاقة ازا مسلا ما عجبك الكلام او ما عجبك اه ردة الفعل او مسلا حسيت بقلة اهتمام. اه فانت بتحسس نفس الاشي في قلة اهتمام. اه كمان هو حاسك انه انت اه ممكن عندك شوية اه مو شوفت حال بس انه مو لا مش مستويات. ان انت مستوىك الاو لا. كأن انت غلط في حقي فانا من حقي اه مسلا اشوف حال عليك لانه انا سويتك او انا عملتك. هو شافك هيك شوية متكبر. مش متكبر انه مستوىك يعني هو مستوى يعني مسلا مستوى منخفض فانت مستوىك لا. انك انت بتطنشو او بتتكبر عليه لما هو يعمل اشي غلطة في حقك. هبتير ظهرك وبطنشو. طيب. خلال النواية بتاعته والرجوع ننخليه مش شوي هيك عشان احنا نشوف انت حاليا يا برج الاسل زي ما حكيت لك انت بنا هاربن. انت حاليا اه مسلا بتاعت نصائح للناس. او انت حاليا في زواج يعني متزوج او بتتزوج. يعني في منكم ناس عملها بتتزوج. في منكم ناس مسكة قضايا بتحل فيها. في منكم ناس بتاعت نصائح للاخرين. اه نصائح مسلا دينية او زا كيف تحكي شخص اعتناق للدين. يعني اعمالك تعمل ابحاث في الدين و و عندك حالة هلأ روحانيات حاليا. فانت حانيا مبعد عن اي تفكير اه اخر غير مسلا كي بدك تسكح نفسك لان هذا الانسان غدرك. عشان هيك هم بقولولك كل اشي فكر بايجابية كل اشي راح يصير رومانسية تاعتك راح تتصلح. وهون بحكو لك. اه حكينا انه هون بحكو لك. اه التواصل هو المفتاح. فاحتمال انه انه انت قطعت التواصل عن هذا الشخص و سحبت مسلا كل صداقاتك وحطيت له بلوكات ويعني نزلت الصداقة ونزلت كل اشي وبلوكات وسحبت حالك وروحت. ما خلاتش باب مفتوح. لا 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 يمكن انه خلي باب للتواصل. يمكن هذا الشخص بده يتواصل معك. بس مو عارف يوصل لك او مقدران يوصل لك. طيب انت شو ما شعرك من هذا الشخص? اه انت حس حالك انه هذا الشخص اه واقف ما بتحرك. كمان انت بتعلق فيه جدا. واحتمال انت مش قادر تفوك اه التعلق هذا لانه حتى انه بجيك عرض. مرة دي انت تطلع على العروض اللي بتجيه. فبتطلع على الماضي اكتر. اه فهذا الشخص انت مشارك من ناحيته كمان يمكن ان ده هذا الشخص اجمع او في علاقة اخرى انت شايفه. لهيك هو انت شايفه هو معلق اه مو قادران يفوك تعلقه او كيف هذا مربوط من اجراء ومش انادر مسلا ان هو يطلع بفكهة. كان لك انت شايف هذا شخص ايك مرتبط في موضوع معه معلق في موضوع معه. طيب هو كيف يبعقلك الباطني? اه انت حاسة انه الساحر. حاسة انه هو اه هو البداية وهو النهاية. لا? او والنهاية هو البداية الى. كمان انت حاسة انه انسان عفوا يهتم في عمله جدا جدا. اه مثابر جدا جدا. وجميل جدا جدا. واحتمال هذا الشخص انت بتشوفه اه مسلا بيشتغل بمسلا جد بيشتغل اه مهتم بانجازاته واعماله اكتر مسلا ما هو مهتم في العلاقة. اه كمان انت شافه كل اشي انت بتتمنى معاه مع هذا الشخص انت بتحسه مع هذا الشخص. اي اشي انت بتتمناه. وانت شافه مشغول جدا في انجازاته وفي اعماله وفي نجاحاته. احتمال هده يكون الشخص مسلا مشهور ومسلا انت بتشوفه على السوشيال انه هو مشغول في انه يفرج العالم نجاحاته وانه هو مشهور ومسلا مشغول في النجاحات ومشغول مسلا في الناس الحوالي انه يفرجهم انه هو انسان ناجح ويملك كل شيء واحتمال انت شاف شوية هو متكبر او انه شايف حاله شوية. لهيك انت شافك متكبر. هنه يمكن انتم راية لبعض فبتشوفوا بعض نفس الاشي. غير. انت كيف شافه في عقلك البطني في عقلك الواعي. انت شايفه انسان طيب وحنون ومعتاق. وكأنه ده الناس بعطي مسلا للنائل للفقراء والمحتاجين. اه يمكن انه مسلا نحكوها انه بتبرع الفقراء والمحتاجين بعطي المحتاج اللي بده بابه مسلا بعطيه. انت شافه يمكن هو اخرى كمان مسيطر. اه انسان بحب السيطرة هو نفسه انه يعطي قد ما بده ياخد اه قد ما بده. انت احتمال هيك كمان شافه لبعضكم. كل واحد ياخد الكراءة لان انا بكرأ لأكتر من شخص. مش شخص واحد. فاخد الكراءة انت وين تجيكم. كمان هذا الشخص احتمال يكون انت شافه بوفرة. عايش بوفرة مسلا انه مفرخاء. احتمال هذا كمان الشخص يكون اه انت بتفكر ان لو مسلا رجل هذا الشخص كيف مسلا بقولك مرحبا بتقوله مرحبا وبس. بتقول مسلا بقولك كيفك بتقولك كيفك وبس. يعني تقعطيه على الميزان بالزبط. ما بدك تعدل الميزان. لاني حاسن هذا انسان زك انه جرحك او غدرك او دخل طرف تارت بناتكو. والاحرى دخل طرف تارت بناتكو. حسيت انه هو خانك وغدرك. وتركك تعبان. لانه انت تركته وانت تعبان ورحت. فلهيك. انت حسيت انه آآ غدرك. طيب انت شو المشكلة اللي شايفها في الانسان هذا او شو المشكلة انت شايفها في الموضوع هات بالزبط. انت شايفه انسان متسلط. ويمكن يكون انه مدمن. مدمن على عراقات. وانسان ما بيحب التغيير. انه ما بدو يتغير. مسلا هو مدمن على على مسلا على مدمن على منحكي شرب اه الخمر. فانت شايف انه يحب العلاقات النسائية. ممكن يكون انه بيحب العلاقات النسائية. ممكن انت شايفينه هنا متسلط بالزيادة. او هو مسلا ماشي ومو شايف حدا حواليه. اه انتو شايفينه عن فكرة هذا الانسان ما بدو تغيير. انا شايفة انه هو انسان بتشتغير. هيك انتو شايفينه. ما بدو يتغير. مسلا تضل حبكو صغير تضل صغير. يعني ما بدو تطور هذا الحب. او انه يعني يعطيه اه 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 اكبر. او انه يعطيه مسلا فرصة انه يوصل للارتباط بينتكو. اه هو شايف انه انه انت انطنشة. وانت شايف مشكلة انه هو ما بدو يتغير. يعني زيك انه برضو انت تتنقطوا في حالكو. يعني كان كنتم اتنين تشبهوا بعض كتير. يعني هو انه هو متكبر انت شايفه متكبر وما بدو يتغير. وشايفك انه انت متكبر عليه وما بدك تدير له ظهرك ومسلا تعطيه فرصة. فهذا الانسان يكشافك متكبر وانت شايفه مدمن مسلا علاقات نسائية مدمن على اشي معين ما بده يتغير او ما بده اقدم العلاقة لفق مسلا من حب لخطوبة او من خطوبة لزواج. ما بده تغير يعني ما بده تغير. طيب شو حل المشكلة انت من جهتك انا شايف انه حل المشكلة انه انت تقدم كاسب تسامح ومسلا تحل المشكلة لانه هون قالوا لك التواصل هو راح يحللك مشكلتك فانا بعتقد ان مشكلتك راح الحال انت اذا تواصلت مع هذا الشخص وفهمته مسلا انت ايش بدك بالزبن شو بدك يغيره بس الطريق تسامح وممكن تتسامحوا مع بعض اه لانه هو الناس اللي ايش يقول لك التواصل هو الحل للمشكلة وكمان خليني اسحب لكم كمان كارت يلا ايش عشان اشوف قبل ما اسكر لانه هو بحبك وانت بتحبه بس انت عادين بتعانده ببعض مثلا هو بدش يطور العلاقة لخطبة او زواج لانه انت مسلا بتعاند فيه فهو مقرر عندك احنا لا نحكي ناش عن نواياها لان نحكي عن نواياه و طيب اه صح نواياه الشخص هدا يكون صامت ما يعطي اي حركة نحيتك بده يقعد هيك مسلا برواء ويقعد يفكر فيك برواء يعني بده يقعد انه يبعض لك طاقة عشان انت تفكر فيه لانه حاسك انه انت انت نطنشه نهائيا ما بتفكر فيه نهائيا نهائيا وحاس انه انت نسيته خلص بح زي انه انت تركته وانسحبت وطلقت من حياته نهائيا اه انا حاسك انت برضا يا برج الاسد لانك انت طلبت خطوة من هاد الشخص انه يتقدم في علاقتك مسلا يشهرها قدام الناس اه انه يصير خطوبة يصير زواج فحاسة الانسان صار يتهرب منك ويتسحب انه خلينا مسلا على علاقة فقط لهيك اه انت يا برج الاسد عشانك انت يعني برج الاسد معروفين انهما بحبوا اللف ولا الدوران بحبوا مسلا العلاقات الثابتة مسلا الزواج والاسرة والهاد فهو يرفض دائما يعني معروف انه برفض العلاقات على هامش يعني العلاقات الغير جدية لهاته مسلا انت اه حسيت انه بيلعب معاك فانت قلت له يلا باي احنا نجحل ان نلعب يب تاخد الاشا محمل جد اطلع من حياتي او انا مطلع من حياتي فانت اطلعت من حياتي اه فهو حاليا لكن ردو يعمل حركة النوس ولا صوت ولا حركة ولا ولا مسلا اذا انت مسلا هو مسلا بيقربك قريب منك اه ما بدك تشوفه اذا يخط فيه كشفاري يقعد مع حاله يفكر في المواضيع بكلياتها يعمل مداتيشن يعمل معاك تخاطر عشان هو الشخص هذا حاسك ان انت خلص انهات العلاقه نهائيا اه خلينا نشوف هون بحكولك ريزل ليورد طيب سيور من جريد هون بحكولك مد طاقتك المنارة للاخرين يعني انت هون نفس الاشي وهون نفس الاشي كأنك انت خلاص اخدت موقف ما بدك تفكر في الموضوع بدك انت تمد طاقتك الجواتك اللي انت يمكن هلا انت بتعمل عليها انه مثلا اه مثلا بتديع بتعمل اشياء طاقة فانت ايش بتعمل مدهاي الطاقة اكتر يعني نور الاخرين مثلا في طاقتك اه فليورتي برضا انا بحسها انه مثلا انت بدك شوية تكون مثلا رومانسي شوي او مثلا تغازل هذا الشخص شوي يمكن اه ما بعرف بس يعني حسب لان انا شاف فيه غادر وخيانه ودخول طرف اخر يمكن هذا الشخص راح تزوج مثلا اه يعني فيه هلا حاليا يعيش سعادة عائلية وزواج او يكون هو بده رجوع وفرصة ثانية يعني ايه كل واحد يخدها على وين هو حسب الشخص هذا بدي يرجع بدي يتأسفلكو وبدي يحكي لكم حقكو علي بيتمنى بيتمنى انه يرجع هذا الشخص بيتمنى انه يرجع انه حاسس انه اخطأ في حقكو عفكر هذا الشخص صغير بيتش بيتش هذا الشخص صغير يمكن غير ناضج في العلاقة ورافض انه يطور العلاقة يعني اذا انت بفترة خطوبة يمكن هذا الشخص حاسس حاله انه مش قادر مثلا يطور هاي العلاقة لزواج فهذا الشخص يجي يحكي لك مثلا انا اسف اه انا مثلا بدي اراجع العلاقة اه بدي اتزوج بكتير كلام يجي يحكي لك وهي زي بيعمل لك طاق التسامح عن فكرة هاد الشخص دي بعتلك اه طاق التسامح عن طريق والتخاطر وهي الاشياء الشخص هدا بيعمل لك تخاطر بتواصل معاك بالتفكير جدا 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 بس وشافك انك انت انت انطنش كل اشي حتى التخاطر انطنشه بس هدا هو برج الاسد اه احكي لكم الابراج الموجودة الميزان وكمان اه التور هدا بنشوف التور وكمان ابراج نارية طاغية على القراءة جدا وبراج العقرب وكمان نشوف هون اه برج الدلو بس هدول ثلاث ابراج وطاقات نارية وهوائية جدا جدا يعني عندكم طاقات الهوائية اكتر اشي طاغية على القراءة يعني ميزان جوزاء اه دلو وكمان مائية بس اكتر اشي الهوائية والنارية هي اللي طاغية وترابية كمان كل طاقات عندكم في في قراءتكم اه شكرا يا برج الاسد اتمنى لكم صلى صحر سايدا